شركة جوجل اللي هي نفس الشركة المسؤولة عن تطوير نظام أندرويد أول ما سمعت إنها طرحت جوال سموه الجوجل بيكسل توقعاتي كانت في السماء صراحة وبالفعل لما استخدمت الجهاز أذهلت فيه وبالذات لما تم طرح الجيل الثاني منه أذهلت لدرجة إنه استمريت على استخدام هذا الجوال ثلاث سنوات متتالية شركة فائقة المهارات من ناحية السوفتوير وعملت تجربة متكاملة بحيث إنه استخدام السوفتوير خلت كامرة 12 ميجابيكسل هاي تتفوق على أي شيء ثاني سوفتوير بتحديثات أسبوعية إن ما كانت شهرية مع يعني ميزات جميلة جدا كهاردوير لكن وكأنه إطلاق هذا الجهاز خلاهم يقول يحطوا عرجل عرجل ويقولوا خلاص إحنا هون انتهينا لأنه 3XL كان منظره سيء جدا الفورك XL ما كان بيجيب أي شيء زيادة ولا أي تطور ملحوظ والفايف كان عبارة عن جهاز متوسط لدرجة إني حتى طلعت خسارة فيه الفلوس إنه يعملوا معاينة خلاص جهاز ما بدي لكن هذا الكلام كله بالفعل طلع بنتيجة فبعد ما صحية جوجل من السوبات الشتوي اللي استمر ثلاث سنوات خلا كل الشركات الثانية تتطور وتتقدم وتلحق المستوى اللي وصلت له جوجل جاء دور الجيل السادس هذا هو الجوجل بيكسل 6 برو واللي بعتبره ملك الـ 2021 إليه أسبوع بس تعمله هاي معاينتي الكامل وبنبدأ مع أضخم وأكبر تغيير في الـ 6 والـ 6 برو عن الأجيال اللي قبل فالشكل كلياً اختلف للغة تصميم جديدة تماماً وأخيراً صار فيه شكل لأجهزة البيكسل تطلع عليه مباشرة تميز إنه هذا بيكسل بدل الشكل التافه جداً صراحة اللي كان على الخمسة والأربعة والثلاث فهو هنا في عندنا شيء بشكل مميز في عندك عدة ألوان على الظهر الأمر اللي للأسف ما فيه منه تعدد كثير فيه عندك فقط من نسخة الـ برو ثلاث أشكال أسود وأبيض واللون العجيب جداً انتم شايفينه هذا اللي بسمينه شروق الشمس لأنه فيه مش مشي بشكل جميل هيك ولطيف وبصراحة حبيتني أخذه لأنه شيء مختلف ومميز لكن لسبب عبيض جداً هذا الشيء متوفر فقط بمساحة 128 إذا بدك الساعات الأعلى بدك تروح مع لون ثاني بس مش مشكلة بتقدر أنك تغير لون أي واحد من أجهزة البيكسل باستخدام سكن من سكنات دي براند اللي بيغطي لك الظهر هذا ومباشرة بيحللك هاي المسألة بالإضافة أنه بيعطيه ملمس مفروز لأنه زجاج المنيعه بيلقط بصمات وهذا الشيء يغطيه فسواء بدك سكن أو تحط عليه حتى كفر من كفرات دي براند اللي بتقدر كمان تلزق إليه الاسكن رابطهم رح يكون موجود في صندوق الوصف في عندك سماعتين استيريو اللي هي السماعة الرئيسية اللي تحته سماعة المكالمات اللي فوق اللي حقيقة صوت استيريو معتبر بالإضافة أنه في عندك بصمة تحت الشاشة واللي هي أمر صراحة كان عبارة عن فضيحة لهذا الجهاز البصمة على هذا الجهاز سرعتها كيف دي أقول لك إياها سريعة لكن تعتمد على متى أنت بتستخدم قرئ البصمة فلو أنا الجهاز الآن مستيقظ أغلقت القفل وفتحته مباشرة حطيت إصبعي يفتح بسرعة لكن لو تركت الجهاز يعمل سبات شتوي شوي وحطيت إصبعي بدك الظلحات إصبعك لعدة ثواني لحد ما الجهاز يستيقظ يأخذ القراءة ومن ثم يفتح اللي مع إنها ثانية وفراطة زيادة إلا إنها ملحوظة وبقوة مقارنة بأي شيء من قوارئ البصمة الأوبتكل اللي من نفس هذه الفئة على كل الجهاز من 200 دولار ل2000 دولار لكن لما نقلب الجهاز إلى الواجهة الأمامية بترحب فيك الشاشة الكبيرة اللي بحجم 6.7 إنش الشاشة تأتي بأبعاد 19.5 إلى 9 فهي ليست بالضبط 2 إلى 1 بنفس أبعاد الفيديو اللي أنتوا تتفرج عليه هي أقصر شوي لكن هذا الأمر يعني قريب جدا إلى المساحة الطبيعية اللي كلنا متعودين عليها بالجوالات الشاشة تأتي بدقة كواد HD الأمر اللي صراحة بيعطي تجربة رهيبة من ناحية الدقة والتفاصيل اللي موجودة بالشاشة واستحالة إنك تشوف بيكسل نهائيا بغض النظر شو المحتوى اللي أنت بتستهلكه وهي من نوع أملد بحيث إنه الألوان فيها البيكسل الأسود هو عبارة عن فعليا بيكسل مطفي مش شيء بيصدر إنارة وبيكتمها ففي عندك تباين وتشبع للألوان جدا جدا جميل لكن وجب الذكر إنه سطوع هذه الشاشة محدود لخمسمائة نت في الوضع الطبيعي خمسمائة نت هي النصف الأجهزة لفلاكشب من أجل شركة سامسونج مثلا يعني أجهزة بتوصل سطوع لألف وألف ومائتين وألف وأربعمائة نت هذا الشيء مش على نفس مستوى السطوع أمر آخر أيضا هذه الشاشة بتقدمه ألا وهي إنها من فئة LTPO أي بمعنى آخر إنه سرعة التردد للفريمات نفسها لعلى الشاشة تتغير من أرقام جدا منخفضة لغاية 120 هرتز فنعم هذا الكلام بيشتغل مع دقة الكواد أتش دي لتقدر إنك تستخدم الجهاز بسلاسة شديدة جدا فلما تقلب بالقوائم تاعت النظام نفسه ما بين التطبيقات العادية هذا الأمر رح يكون جدا سلسو يطفيلك ميزة هيك على الجهاز نفسه تحسوا كأنه سريع زيادة لكن هذا الكلام يجب كمان مرة أنك تعرف لا يعمل على كل التطبيقات بعض التطبيقات محدود فقط لستين بينما بعض التطبيقات الأخرى العاب وغيرها تمشي إلى 120 بدون أي مشاكل لأما أنه كل هذا الكلام جميل ومميز حلو صراحة أنه فيه هوية مختلفة لهذا الجوال إلا أنه ما بيخليه لسه أنه هذا أوكي هذا خياري الأول أني أشتريه ما بين كل الجوالات المتوفرة حاليا خصوصا بسوق متشبع بالجوالات المنافسة اللي هذا الجهاز بيخليه فعلا بطل وقد حاله مقارنة بأي شيء ثاني الكاميرا السوفتوير والبطارية خلينا نبلش فيهم بالعكس هذا الشي يأتي مع بطارية بسعة 5000 مل آمب الأمر اللي صدقا أنا صعقت من أول يوم استعملته فيه اللي قعدت ساعة مكالمة فيديو ساعة على يوتيوب ساعة وانا فاتح بوب جي ساعة وانا قاعد بصور ساعة وانا قاعد برد على إيميلات وبتصفح بالسوشال ميديا وفي نهاية هذاك اليوم مع المكالمات هاي كلها ومع كل هذا الاستخدام على 4G وعلى واي فاي كذل عندي 20% بطارية سبع ساعات سكرين اون تايم في جهاز فلاكشب أمر ما مر عليه من زمان وهذا الجهاز قدر أنه يعيد ويكرر نفس هاي الأرقام يوم عن يوم عن يوم عن يوم سبع أيام متتالية ولا يوم قدرت أني أقتل فيه بطارية هذا الجوال في نهاية يومي وأقرب شيء وصلت له هو سبعة بالمئة الساعة ثلاثة الصبح لما يجيب الديانام عدا أن هيك بطارية خارقة لكن الشحن مش شيء خارق لأنه هذا الشيء يدعم شحن لغاية 30 واط سلكي و23 واط لا سلكي اللي كلاهم مش مرفق مع الجوال هذا شيء أنت بدك توفره لأنه الكرتون عام لدايت فبطلوا كمان جوجل يحطوا الشاحن لأنه في ناس بتحب أنها تتابع أبل بكل شيء بيسووه حتى بالأشياء أزباله أما بالنسبة للنقطة الثانية ألا وهي السوفتوير فبكل تأكيد بحكم أنه الجهاز من صناعة جوجل اللي بتعمل أندرويد هذا الشيء بيملك أندرويد 12 اللي هو آخر وأحدث وأجدد نسخ من نسخ الأندرويد واللي راح يكون على نفس هذا الوضع ثلاث سنوات متتالية فبمجرد ما أنك شايل تليفون عليه لوجو جوجل هذا الأمر بيعني أنه أنت كل تحديث أمان كل تحديث للواجهة كل تحديث ميزات كل تحديث للسوفتوير على أندرويد 13 14 و15 أنت راح تكون أول بني آدم يستقبله الآن أندرويد فانيلا سابقاً كانت يعني شيء إيجابي وشيء سلبي إيجابي بأنه خفيف لطيف سريع يستجيب بسرعة وسلبي أنه ما في عليه أي إضافات لكن جوجل حقيقة عملت كم كبير من الشغل على هذا الجهاز فمن ناحية الثيمات والخصائص والتخصيص في عندك كم كبير من الأشياء اللي صارت تقدر تعدلها بشكل ذكي لتعمل يعني تجربة مميزة لإلك فسواء من القدرة أنه أي صورة أنت بتحطها على الخلفية كل المينيو والقوائم والإعدادات بتغير الأكسنت كولرز تاعتها لألوان مسحوبة من الخلفية اللي أنت بتحطها الأنيميشنز اللي معبية النظام شكلها جداً جداً سلس طراحة فمن أمور بسيطة مثل أنك تقفل وتفتح الجهاز نفسه على زر الباور الفيد بتم من الجهة اللي فيها الزر وكأنك أنت اللي بتعمل الفيد يدوياً بإيدك أمور مثل حركات والإيماءات اللي بتصير على الجهاز نفسه كلها أشياء بتتم بسلاسة وبشكل جداً جميل صراحةً اهتمامهم بالتفاصيل مليار لكن مع ذلك لا يزال في أشياء أنا بشكي منها كثير مثل أنه على اللانشر الرسمي تاع الجوجل بيكسل ما بتقدر أنك تزيح السيرتش بار من الأسفل اللي هو ما أخذ مساحة مهمة بالنسبة لي إلى الأعلى هذا الشيء ثابت في نفس اللانشر بس بتقدر تغير اللانشر وخلص بترتاح من كل السلاف التوجلز اللي موجودة لما تسحب من الأعلى أصبحت الآن أزرار عملاقة وكأنه يعني يدك حجمها 15 كيلو متر على أساس أنك ما تلمس أي زر بالغلط أو تقعد تتغلب لما تلمس شيء الأمر اللي أنا كنت بفضل الحال عليه سابقاً أو على الأقل حلمة بين الاثنين لكن أمر رح نتعايش معه لنسخة أندرويد 13 اللي بكل تأكيد رح تغير على هالأمر لأنه مش أمر إيجابي مليار بالمئة بس عادة عن ذلك عندك كم من الوجيتس الجديدة اللي شكلها جداً مميز وخفيف على الواجهة سواء للساعة أو للإشعارات والأمور هذه أداة جديدة لتأخذ سكرين شوت اللي بتسمح لك أنك تقدر بسهولة وبسرعة أنك تقص الشيء اللي أنت بدك ياه حتى تلتقط الصورة بالكامل أو حتى أداة بتسمح لك أنك تسحب النص أو الصور من أي شيء موجود على الشاشة بسهولة أنك تستخلص المحتوى اللي موجود هذا نفسه بسرعة لا أمور بتسمح لك أنك تتابع حالة الألعاب اللي أنت مشغلها تسجل اللعبة نفسها تطلع عدد الـ FPS اللي شغال تبث اللعبة مباشرة على يوتيوب بحكم أنه كل ياته جوجل في جوجل وعلى سيرة جوجل في جوجل أيضاً أمور مثل تطبيقات جوجل ترانزليت المدمج في نفس الكيبورد تاعة الجهاز اللي بسمح لك أنك تكتب بلغة والرسالة تنبعت بلغة ثانية أو حتى جوجل ترانزليتي ترجم إيش الفيديو أو الصوت اللي بينحكى واللي شغال على الجهاز ويطلع لك إياك نص على الشاشة كمان مرة جوجل شركة السوفتوير وهذا المنتج إما عبّة على الآخر ميزات من هذا النوع لكن أهم وأقوى تحديث في هذا الجوال اللي بيخليني أرجع أصفغ كمان مرة لجوجل هو الكاميرات فأخيراً جوجل انتهت من كاميرات 12 ميجابيكسل وحطت لنا شيء جديد هون عنا ثلاث كاميرات على نسخة البرو الرئيسي اللي أصبحت الآن بقوة 50 ميجابيكسل الكاميرا الثانية اللي هي عدسة الألترا وايد اللي نعم لا تزال 12 ميجابيكسل لكن السوفتوير اللي وراها من جوجل وثالث كاميرا هي التليفوتو أو الزوم البصري اللي يأتي أربع ضعاف وبقوة 48 ميجابيكسل مع تثبيت صورة بصري الآن كل هذول الكاميرات بيستعملوا نفس محرك جوجل لمعالجة الألوان ولعمل ماتشنج يخلي الصورة اللي بتلتقطها بالألترا وايد مع الرئيسية مع الزوم كل آياتهم بينين بنفس بروفايل الألوان ما فيهم تغيير بالوايد بلانس وبشكل عام يعطوك نتائج يعني كونسستنت أو فيها استمرارية شديدة والأهم من هيك هو النتائج نفسها اللي بتحصل عليها فبداية لما نتكلم على الحساس الرئيسي في صراحة كم يعني تفاصيل شيء رهيب جدا 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 من ناحية أنه الكاميرا نفسها حادة معالجة الألوان شيء جميل جدا وبالعكس في بعض الأحيان بيكون فيها oversaturation إلى درجة لكن كثير من الناس بتفضل الألوان المشبعة أكثر حتى لو شافت الشيء بعينها بتكون بتفضل الألوان لزيادة بتشوفها شيء أجمل وهذا الجهاز حقيقة بيعطي نتائج خرافية من ناحية الألوان والتباين والتشبع والحدة تعطي الصورة من الطرف إلى الطرف من center للframe للأطراف كلياتها الأمر اللي وجدته شيء خرافي بس بالنسبة للكاميرات الثانية التليفوتو بالتحديد بتطلع لك بعد وانفصال كبير جدا للأشياء لما تيجي بدك تصورها سواء في وضعية الportrait أو في الوضعية العادية الأمر اللي بيعطيك نتائج شكلها مميز يعني بتحسها مش من كاميرا الجوال بالمرة وعدست الألترا وايد كمان تعطي نتائج فيها حدة فيها جمال ما فيها غباش كثير الأمور اللي كل ياتها برجع فيها الشكر إلى معالجة جوجل للصور عدا عن كم المزايا الكبيرة اللي بتخلي هذا الشيء خرافي وساحر للتصوير على سبيل المثال وضعية التصوير الليلي في هذا التليفون تتفوق على أي جوال شفته ومر عليه في آخر عشر سنوات اللغة الرثمية الخاصة بتزبيط الغباشة اللي بيكون موجود أو النويزة اللي بالصورة تعطي صور كلين وكأنها من كاميرا سوني A7R مش من كاميرا الجوال أيضا الوضعيات الممتعة جداً لمعمولة في الجوال اللي بتسمح لك أنك تثبت الصورة المشهد وأي شيء متحرك ببين وكأنه مغبش أو حتى لو كان في شيء ما بدك إياه بالصورة أنك تقدر تمسحه بلمسات جميلة ميزة موجودة من قبل ولكن ما حدا كان مركز عليها كثير لأنه مش حاطينها في وجهك مباشرة أيضا حركات جميلة جداً لكن المنطقة اللي هذا الجهاز ببلش يقصر فيها شوي هي بالفيديو فهذا الجهاز بصور H.264 بصور 4K 60fps جميل لكن لا يوجد 8K لا يوجد Hyperlapse لا يوجد الأمور والمعالجة الخرافية تاعة النويز بالفيديو بس أمر اختبرته وبقوة وكاميرا تسلفي على هذا التليفون اللي هي تأتي بقوة 11 ميجابيكسل وهي على شكل ثقب في منتصف الشاشة الأمر اللي ما عندي أي مانع فيه إطلاقاً أفضل من النوتش والقذلة وكل هذه الأمور واللي أداءها جميل جداً سواء لوضعية البورتري اللي بتعزلك عن كل شيء حواليك أو لوضعيات الطبيعية نفسها سواء بظروف الإنارة الخفضة أو ظروف الإنارة الجيدة هذه واحدة من الكاميرات المميزة جداً وضعية التصوير الليلي اللي بتشتغل لحالها لما يكون فيه عتم شوي شيء جميل لكن الزوم وبعد العدسة نفسه شوي أكثر مما أنا بحب يعني كان نفسي تكون العدسة أعرض شوي من هيك بالذات أنه لما تدخل على تطبيقات مثل تطبيق جوجل دو ولمكالمات الفيديو العدسة ما بعرف ليش تعمل لحالها زوم زيادة وما بتقدر أنك توسع في العدسة كثير فأمر قد يتغير مع تحديثات سوفتوار قادمة لكن هذا الجهاز أقوى من الجالاكسي S21 أقوى من أي جهاز هواوي أقوى من أي جهاز سوني في التقاط الصور وركز على الصور ما بقارن بالفيديو وأقوى من الآيفون بعبلاته أحكي لك إياها لكن فيه إنه ثلاث مشاكل في هذا الجهاز إنه نعم كاميرا خارقة شاشة جميلة تصميم مختلف ومميز إلا إنه حساس البصمة ما رح يتغير مع السوفتوار ما رح حدا يشيل لك هذا الحساس ويركب لك حساس جديد يصير أسرع أو يصير على مستوى الحساسات الثانية نقطة رقم واحد نقطة رقم اثنين لأنك أول واحد بيستقبل تحديثات أندرويد بعض التطبيقات بتطول لحد ما تتحدث للنسخة الجديدة من أندرويد فما بتشتغل فراح يظل يعني أول ما استخدمت هذا الجوال تطبيق نوفا لانشر اللي أنا بس تعمله والتحديث اشتغل بدون مشاكل لكن تطبيقات ثانية أنا بس تعملها مثل تطبيقات تابعة للحكومة الأردنية اللي أنا بالبلد اللي أنا عايش فيها أمور عشان أدخل وأدفع فواتير وأشيك عمخالفات وأدفع أمور زي هيك ما بيشتغل على هذا الجوال لأنه أندرويد 12 وولا شيء من هاي التطبيقات لسه صار كومباتابل وتم تحديثه ليشتغل على هاي التجوالات بعرف مشكلة غريبة ولكن هاي تحل مع الزمن بس ثالث مشكلة بالنسبة لإلي هي أنهم قرروا أنهم يحنوا الشاشة الآن هذا أمر لا يعاني منه جهاز البيكسل 6 العادي مش البرو لكن ما أحببت نهائيا انحناء الشاشة لعه هذا الجوال لأنه منحني من على الطرفين مسكتوا بدون كوفر جدا حاد أمر كمان بنحل بأنك تشتري له كوفر أو جراب سواء من أي شركة أو من عندي براند علشان تحط عليه سكن وترتاح مظهر وحماية لكن أنا واحد من الناس اللي ما بحب أشيل جوالي وعليه كوفر وهذا أمر بتخلي مسكت هذا الجهاز مش مريحة بالنسبة لإليه نهائيا خصوصا مع الحجم الكبير فانصدمت أني لأول مرة بفضل النسخة اللي مش برو عن البرو لكن هذا الكلام راح يكون لمعاينتي لجهاز جوجل 6 القادمة قريبا إن شاء الله سعر هذا الجهاز هو ألف دولار أمريكي لنسخة المئاتين وستة وخمسين اللي مش راح تيجي بهذا اللون نسخة المئة وثمانية وعشرين سعرات تسعمية ونسخة الخمسمية وطمعةستراتها ألف ومئة فميئة دولار لا تزيد وبتنقص مئة دولار لا تقلل السعة كان 128 وفتانية و tochمسينه أو خمسمية وتناش لهو أمر شركة ثانية بدل ما تزيد مئة دولار بتزيد أربعمية خليها ببالك فهل بنصح في الجوجل ستة برو بقدر أقول لك على بلاطة أنه إذا اشتريت هذا الجهاز اليوم ما رح تغيره لسنة الـ 2024 على أقل تقدير لأنه الكاميرا شاشة جيمينج بطارية كلهم يفوقوا احتياجاتك بكثير اليوم في المستقبل الله أعلم لكن هذا كان كل شيء لهالفيديو إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا كما معكم صلاة حامد في أمان الله